هناك رأي يقول الأنبياء فقط كانوا يسهمون هناك رأي يقول الأمم الأنبياء الذين بوعثوا بعض أمم بعض الناس الذين ليس كل الناس فرض الله عليهم الصيام يعني لا أقل هلأ نجد أن من يتبعون شريعة عيسى وموسى عندهم صيام وأن اختلف عن طريقة الصيام هنا ولكن بالجملة كان هناك صيام لا أقل على الأنبياء كما ورد في بعض الروايات أو على أمم بعض الأنبياء أو على بعض الأمم بعض الناس وليس على كل الناس وكان يمكن بأشكال مختلفة مثل ما ذكرت الصيام الذي نحن عليه الآن قد يكون يختلف عما كانوا يصومونه سابقا والله العالم هذا يحتاج إلى مستند شرعي إلى روايات وأكد ذلك هذا الموضوع لكن بالجملة القدر المتقن أن الأنبياء صام ويعني كما كتب على الذين من قبلكم يعني الذين كانوا من قبلنا لا تشمل على نحو العموم الاستغراقي كل من كان من أمم البشر كان قد فرض عليه الصيام بذل تأبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر